السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وباركة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زيكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير عملتلكم فيديو جديد ونشاط جديد طبعا من نشاطات المدرسية عملت خريطة مصر ان شاء الله الفيديو يعجبكم والنشاط يعجبكم بإذن الله وتستفادوا منه وتنفذوا الفكرة الفكرة مش مكلفة ولا حاجة خالص قبل ما اقول لكم انا عملت ايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي مش مشترك في القناة يفعل زر الاشعارات عشان يوصل لكل جديد انا هنا جبت الكتاب بتاع اكتشف يعني في اللي هم عندهم مرحلة الابتدائية جبت الكتاب اكتشف دوت زي ما انت شايفين اخدته كده ومساكته بصيت في الخريطة وعملت زيها بالزبط يعني انا ما ودتهاش ولا حاجة لو فيه ناس مستصعبة عليها الامر ومش عارفة ترسم الخريطة في البيت ممكن توديها لحد يرسمها وانتي مسلا تعميني المجسم بتاعها اللي هو الفوم وكده يعني انا هنا كده زي ما انت شايفين ببسط كده على في الكتاب وبرسم الخريطة بايدي كده وانا ماشية هنا كده برسم البحر المتوسط زي ما انت شايفين زي ما انت شايفين هنا هوت انا رسمتها بس هي مش باينة قوي لكن هي بالرصاص هتبان لما احط عليها الفوم الجليتر جبت هنا قلم اسود برضو هحدد بيه الخطوط اللي انا عملتها انا جبت اللون الاصفر على السن يعني الارضية بتاعت الخريطة بتبقى صفرة فانتو لو عايزين مثلا تجيبوا فخ ابيض وتلونوا الارضية بتاعت الابيض دي اصفر فمش مشكلة خالص هنا زي ما انت شايفين برضو انا جبت الكتاب وقصيت المناطق اللي هي المناطق البنية والاخدر والازرق دي قصيتها زي ما انت شايفين اهيت برضو بقيت اقصت للرسمة برضو وقصت زيها وارسم بالقلم الرصاص على الفوم ده وبقيت ارسمها يعني بقيت اجيب مثلا البني ده وارسم عليه المنطقة دي في الخريطة دي اهيت بالقلم والرصاص وبقيت اقصها بالمعص اي زي ما انت شايفين المنطقة دي زي ما انا بشاور كده اهوت ده طبعا المكان اللي فوق خالص في الخريطة فوق خالص اللي تحت البحر المتوسط هنا كده اه اه انا جبت بقى الفوم اللي عندي الاغضر اه هعمل بيه طبعا الخط اللي في النص ده اللي في الواسط ده الواسط الخريطة ده هعمله وكمان بقى هنيجي نقص البحر المتوسط والبحر الاحمر هنقصهم برضو باللون ده هنرسم برضو بادينا كده وبالنظر بادينا وبالمقص وهنيجو رسمينها ونقصوها هنا برا قصينا هوات الحدود اللي تحت كلها قصناها قصينا كل البقع الخضراء والبني وكله هنجيب بقى مسدس شامعة او لو عندكم مثلا الجلوء الم الجلوء اللي هو اللي بيلزق ده او اي مادة لصيقة من المكتبة هنلزق بيها بقى الحاجات اللي احنا قصناها فلو ما فيش مسدس شامعة خالص مش مشكلة بعد ما لزقنا بقى القطع اللي احنا قصناها وهنا برضو اللون ده ما كفاش يعني ما كانش عندي بقى اللون ده ففاضل باقي فوق الجزء بتاع البحر المتوسط هنعملو بعد هنا ما قصينا برضو الجزء بتاع البحر الاحمر ده زي ما انتم شايفين اهوات هنجيب الكتاب بقى وتشوفو زي ما انتم شايفين اهوات كل مكان هنا كده اه حطته مكانه زي الخريطة في الكتاب بالزبط باقي بقى المحافظات ديت اها قص المحافظات دي بقى اه انا رحت المكتبة وطبعتهم في المكتبة كده يعني اه مش غالية ولا حاجة هتطبعهم في المكتبة الورقة تعريفا باتنين جنيه اه قص المحافظات اللي انت عايزيها بس لكن انا بقى يعني طبع للمحافظات طبعها لي كلها احنا بنقص المحافظات اللي في الخريطة بالزبط لان هما في يعني بيبقوا في المدرسة عليهم اه يعني حاجات معينة لازم يدرسوها مش كلها هنجيب كده للمقص برضو هنقص كل محافظة كده يعني مستطيل زي ما هي زي ما انتم شايفين كده وقت هنقص بقى كل محافظة كده لوحدها هنحط بقى كل محافظة في مكانها هنحط كل محافظة كده في مكانها زي ما انتم شايفين اه هنا برضو كملت الجزء بتاع البحر المتوسط باللون ده لان انا مش لقيت اللون ده فهو يعني اه في الاول والاخر اللون الازرق بيشير الى الانهار والبحار او اللون ده يعني جاي من بعضه فانا كملت اللون ده كملت انا اه من اللون ده كمان الازرق واللي هو الفاتح اللون الغامق والفاتح مع بعض يعني انا ما وقفتش نفسي على حاجة اللون اللي انا لقيته اشتغلت بيه على طول كملت بيه هو زي ما انتم شايفين اللونين مش شابها بعض بس مش مشكلة ها يعني هي هتنفع دي وهتنفع دي مش مشكلة خالص زي ما انتم شايفين برده البقع الخضراء اللي في الخريطة دي برده قصتها وعملتها والبني ها هو واللون اللي هو الاصفر اللي فوق برده ده انا عملته اللي هو في طابة كده وفي السويس والعريش وكده بيبقى فيه هناك برده مراطق صحراوية اه ان شاء الله المجسم بتاع الخريطة دي يعجبكو بازن الله وحلو جدا والله وسهل وحاولوا ان انتم تعملوه في البيت وشكل حلو في الاخر خالص اه هنا بقى بعد ما قصت المحافظات كلها قصت كل المحافظات طبعا اللي انا عايزاها بس اه قصتهم كده زي ما انتم شايفين عليهم الودي الجديد في درس عليهم الودي ده اسمه درس الودي الجديد زي ما انتم شايفين كده انا قصت هحط بقى كل حاجة مكانها هي مش كل اه المكان ده مش مكانه بس انا بقول لكم يعني هوزعهم ازاي كل محافظة كده في مكانها على الخريطة هنا برضو كان عندي كل اه يعني انا قصت كلمة خريطة مصر برضو على اه على الفوم وقلت بقى شكلها حلو كده بالفوم برضو عملتها كده كخريطة مصر هحطها في فوق خالص زي ما انتم شايفين المحافظات هيتقصتها كلها بدل ما تكتبي بايدك المطبع وممكن لو انت مش عايزة تكتبي اه ممكن تروحي تتبعيها عادي خالص فاتريحك شوية لو انتش عندك مسلا كراسة اه رأس ممكنش قص منها وبقلم الوين كده وتكتبي برضو كل اسم محافظة لو مش عايزة اه تكلفي نفسك اكتر يعني بس هي مش تكلفة على حاجة والله احط كل المحافظة في مكانها والخريطة هحطها فوق خالص عنوان اللوحة يعني بعد ما حطيت المحافظات في كل محافظة مكانها على الخريطة وحطيت كلمة خريطة مصر فوق برضو اللي هو عنوان اللوحة بتاعتنا خريطة مصر اه وحطيت كده وردة بينهم كده شكلها حلو يعني ما حبيتش ان انا يعني اسيبها كده اه كل هنا كل برضو كل محافظة هنا حطيتها في مكانها على الخريطة زي ما انت شايفين بص بقى شكلها يعني حلو ازاي لما كملت شوية هنا بقى الوان الخريطة المفاتيح الخريطة اللي تحت ديت اه يعني انا مش هحط كلها منها كلها لكن انا هحط منها ايه الاختار الالوان اللي هم المقررة عليهم بس في الخريطة ايه بصوا بقى هنا يعني بدل ما تكتيبي او بدل ما تكتيبي ايديك على اللوحة زي نفسها ممكن زي ما قلت لك تجيبي اه تجيبوا ورقة اه من كراس الرسم وتكتيبوا فيها كده بخط الايد يعني تكتيبوا طانطا القاهرة يعني تقصيها كده في مربع صغير زي ما انت شايفين كده مستطيل كده وتحطيها على اللوحة لو انت مش عايزة تكتيبي اه في مطبع تتبعي في مطبع اه او لو انت بسلا ما فيش جنبك مطبع او حاجة ممكن زي كلمة مفتاح الخريطة اللي تحت ديت وكلمة جمهورية السودان دي انا كاتبها بايدي برضو اه وكلمة الجمهورية الليبية ديت اللي في الشمال ديت برضو انا كاتبها بايدي وفي ورقة الرسم برضو هنا برضو زي ما انت شايفين انا كده خلصتها الخريطة خالص اه انا عاملها بقى من فوق اه علقتها بشريط ستان اه طيب انا علقتها بشريط ستان تابعي هي ازاي اللوحة تتعلق في شريط ستان وهي فخ كارتون اه ومش هي اه هتوع يعني هتبرم معنا تاني وتلف معنا انا جبت من وراء من الخريطة من وراء جبت كان عندي كارتونة فاضية قصيت على قد اه الفخ الكارتون الظاهر كارتون كارتونة ولزقتها في آآ في ظاهر الخريطة من وراء عشان خاطرت بقى كده زي ما انت شايفين برواز زي ما انت شايفين كده وخلصت خلاصة خريطة ودي خلاص يعني اخرها آآ طلعت شكلها جميل جدا والله ومش مكلفة ولا حاجة وبازن الله هتعجبكو ومفوق برضه عملت آآ آآ قلب كده آآ ومن هنا قلب من على اليمين ومن على الشمال كلمة خريطة مصر بصه بقى شكلاه حلو في الآخر ازاي وجميلة والله ان شاء الله اعجبكو بازن الله آآ زي ما قلتلكم انا جبت من وراء كارتونة فاضية كده ولزقتها في آآ بالشامع في ظهر الفخ الازرق الاصفر ده قصيت على قدها بالزبط آآ كارتونة عندي وحطتها في ظهر الفخ الكارتوني الاصفر علشان تبقى وقفة كده وكاينها برواز آآ اعلقها بالشريطة الساة تاني اللي انا عملتها فوق خالص آآ لو حابين مسلا تعلقوها على الحيطة كده زي ما هي مباشرة تلزاوها في الحيطة يعني في آآ في الحيطة بتاعة الفصل ممكن اعادي خالص من غير ما تعميلي برواز ولا حاجة آآ هنا برضو عملت مفاتيح الخريطة المفتاح الخريطة كتبت تحت بخط يدي برضو وعملته في ورقة آآ اللون البني زي ما انتم شايفين والازرق والاخدر والاصفر اللون الازرق ببحار وانهار وبحيرات واللون الاخدر ده مناطق زراعية طبعا عشان يعرفوا آآ واحدة هياخدو الوان تانية آآ فيه حاجات تانية كتير مفاتيح تانية هياخدوها برضو بس واحدة واحدة واللون البني طبعا زي ما انتم شايفين آآ جبال وهضاب واللون الاصفر بيبقى عبارة عن السحراء آآ اتمنى الفيديو يكون عجبكم النشاط يكون عجبكم الخريطة كمان تكون عجبتكم آآ وهي سهلة خالص وممكن تعملوها في البيت آآ وان شاء الله تعجبكم بازن الله طبعا دي كانت عندنا للفصل بتاعنا زي ما انتم شايفين آآ اتمنى الفيديو يكون عجبكم بس بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي مش مشترك في القناة يفعل زي الاشعارات علشان يوصلوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حفظ الله اشتركوا في القناة